حيال الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه على الكمال والتمام ورفع السماء بلا عمد ترونها والأرض وضعها للأنام فيها جنات معروشات وغير معروشات والنخل ذات الأكمام وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العلام الذي كان من الأزل ولم تكن شهور ولا أيام خلق الخلق ليعبدوه لا لرزق ولا لطعام حليم لا يعجل كريم لا يبخل مجيب على الدوام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أكرم الناس وأتقاهم وأبعدهم عن الحرام المبشر بالوسيلة والفضيلة ومحمود المقام والمضارك أينما كان والمضلل بالغمام اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدرهم ومقدارهم العظيم وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وحثمان وعلي وارضى عنا معهم يا رب العالمين أمين ثم أما بعد يا رب العالمين أمين يا رب العالمين أمين إنه ممتعي أن أعجبكمكم جمعة الثاني جمعة في رمضان التي تقوم بها في موقف المنطقة وإنه وقت يا رب العالمين أمين أن تقوم بإمكانينا ونقومنا 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 بإمكانينا ونقوم بإمكانينا الثانية وحسب بين مجال آله ويقومنا بإمكانينا وفاق صحيحنا إلى منطقة طريقة دمينة ومنطقة بعد تقومنا بمعضلنا بنسبة علمنا ومعويلاتنا ومنطقة مقاوطاتنا لعائلنا وعائلنا وعائلنا أعتقد أن اليوم لا يوجد المساعدة وهناك جميلة لتأخذ نفسنا أو لتعرفع نفسنا لعائلنا وعائلنا نحن أخذ نفسنا نحن أخذ نفسنا الحمد لله ذات دعاء إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وما إبراهيم عليه السلام أسأل لأسفل أسفل لم يجب أن أسفل لأسفل لكنه أسأل لأسفل أسأل لأسفل أسفل أسفل لأسفل لأسفل لذلك لذلك قال رَبِّ حَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ أسأل لأسفل أسفل لأسفل لأسفل أسفل أسفل وعندما رمضان حقاً في المدين أسأل لأسفل لأسفل الله سبحانه وتعالى أسأل لأسفل موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله أسأل لأسفل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اليوم نحن هنا وكان سيكون هناك عندما لا نحن هنا ذلك لذلك لذلك نحن نفع بمعرفة لذلك الملعبات من الجنة الجنة تأخذ من شخص ومنون تحفي ومنون من خلال ومنون من ملعبات المعبات ومنون من تنافل ومنون أن تحفي أن يقوم ذلك نفسه بك فهو بدينا الشيطان الحاجات الحاجات هاته جميعا أول قائل أحيانا أفضل بضعب بضع أمام بضع أمام بضع أمام بضع أمام هذا لذلك هذا لذلك it is time to remind ourselves with that duty. Especially the stages of life. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة That is what life is all about. Changes. Allah created you in a state of weakness. Then become strong. Then after that physical strength Then come back to decline. The health decline. That is the reason the Prophet ﷺ Remind us with maximizing our effort or taking advantage of five things before the other five come. اغتنم خمسا قبل خمسا Make use of five things before the other five come. I am not going to talk about all of them. Just talking about two. شبابك قبل هرمك Your youth Your youth Physical strength Before getting old Before old age وَفَرَغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ The free time that you have The free time that you have Before you have no time. And it is true with us As grown up I don't want to call us Elders As grown up That we in the 30s Remember The way we were in the 20s Now we are in 70s We remember those days And Ahmad ibn Hanbal Radiyallahu anhu said I look at those days As something was In my pocket And the fill down of it Something was in his hand And all of a sudden He lost it That is how the Imam Ahmad ibn Hanbal Radiyallahu anhu Look at the Time of youth Time of commitment So that is why Brothers and sisters The Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Use that term Igtanim And what Ghanima means Ghanima means When you are fighting your enemy And you win the fight Whatever he left behind Become yours It is like a trophy You win the race You got the trophy And that is Ghanima This means You children You adult You are in jihad And that jihad Is against oneself Self is sometimes Become an enemy That is why you make You have to make jihad Against your own self Whatever The self Or yourself Ask you To disbelieve Allah Go the opposite way Say I cannot do that And also Against shaitan Against the society Against the corrupt Leadership Against the corrupt Friendship Against the media Again Against those Technology iPhone That our children Are brainwashed By them Become addicted More than drugs They eat with the iPhone They sleep with the iPhone They study with the iPhone So they are brought up Not by the father Or the mother But by that Dangerous device And the prophet Sallallahu alayhi wa sallam Said Kullukum You are responsible Kullukum ra'in wa kullu ra'in Mas'oolun You are as a father As a mother You are responsible For the family You have For the children Allah will ask you About them Did you do a good job Or bad job So that is why We read in the Quran That the relationship Between the children And their parents Is supposed to be Loving Caring Looking after Maintaining Guiding Reaching out Protecting Not only feeding And financing Some families sadly Never been seen In the house of Allah Subhanahu wa ta'ala For their entire life They come only one day Sadly When they are being brought In the casket Some people come Only the man Without the wife Or the children Some people come Without the children While the relationship Should be different You read in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala In surat Ibrahim Surat Yusuf Surat Luqman In the story Of the daughter Of Shuaib Didn't say Ya Abi But always Eight times In the Quran Ya Aba Ti The scholars Of the Arabic language They go They call that Ta 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 الشفقة Ta Ta الحب Do Say Ya Abi But Ya Abate لكة إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي لا تعبد الشيطان أن إسماعيل عليه السلام ذات شايد يا أبتي افعل ما تؤمر هل تستطيع أن تظهر أبتي أبتي إلى أبتي لكي يقول الله قرأتني أن أخافك لا يسمع 9-1-1 لا يسمع ذلك أبتي لا يسمع ذلك أو المساعدة أبتي 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 لتأخذ الله الله لم يسمعنا لتقتل أبتي للغاية أن تقول لهم لأسفل الله سبحانه وتعالى أن يلغى تجد منه أن تصمع ذلك تصمع ذلك تصمع ذلك أبتي That is why Ismael عليه السلام want to tell his father I love you as you love me. I'm going to help you to carry on the order of Allah سبحانه وتعالى. يا أبتي افعل ما تؤمر. يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. And look at the father لقمان عليه السلام. يا بني دين سيئ ابني. يا بني تصغير إنما أولادنا أكبدنا تمشي على الأرض. إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. Our children are our hearts walking on the ground. If the wind is blue on one of them. لا يمكنني أسرع. أسرع لن أسرع. ونرى ذلك عندما أحدنا أصدقاء أو لا يشعر. هذا هو لذلك يا أخوة وصدرنا أنه نفسنا نفسنا أن نظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم الله لكي يكون لديه مدير مثل محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن أصدقاء قبل أن أصدقاء فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحد أثنين مما كرم البصر وكنت أمشي على رجلين منتصبا فصرت أمشي على أخرى من الخشب قبل أن أصدقاء أصدقاء وكنت أمشي على أمشي وكنت نفعلنا نعم so it is time brothers and sisters while the days of Ramadan are running out of us to remember our beauties to our children those our future those our generation that is going to start taking care of the house of Allah taking care of the name of Islam they are the ones who are going to lead the Ummah so make them the best in education but we cannot say the head or the tail choose this or that no Usama ibn Zayd was the general of the army while he was 17 years old Atab ibn Usayd was 18 years old and the boyfriend made him a qadi in Mecca after he opened Mecca and many other examples Muhammad ibn al-Qasim that well known in South Asia he is one who opened Sind and India and the whole continent and how old was he 17 years old 17 years old 17 years old and when the people came to see how old our judge is he didn't say 17 or 20 he said أنا أفضل من عتاب بن عسيد أنا أفضل من أسامة بن زيد أنا أفضل من محمد بن القاسم وهو بن إنديا أنا أفضل من كلهم كعب بن سويد the judge of the basra and when a delegation came from Iraq to عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه there was a younger man like to speak our children may Allah bless all of us they are good with some gains but we do not give them those examples we do not sit with them we do not open their eyes to that glory of Islam a younger man like a child want to speak on behalf of the delegation then عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه said كبر كبر means a young man sit down let the grown up speak then that is a child غلال صبي 12 years old يصد يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هناك من أحق منك بهذا المقام if it is a matter of age there were many people deserve to be the khalifa more than you they are older than you but as long as you have a way to speak and the brain to think the age doesn't matter and that is the way we should raise our children give them credit for what they do be around them to teach them what is right and what is wrong look at the quran what the quran talk about وآتيناه الحكم صبي صبي الله جف يحى عليه السلام الحكم as a child look even teenager صبي and Ibrahim عليه السلام قالوا سمعنا فتنا we heard a young man يذكرهم يقالوا له Ibrahim made a change in the society the people of the cave who run away with their faith and their story become one of the major theme in the quran سورة الكهف that we read every جمعة or some reading and they were described as إناهم فتيا they were young youth آمنوا بربهم وزدناهم هدى and the prophet صلى الله عليه وسلم said سبعة يذرهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل one of them is شاب نشاة في عبادة ربه A young man grow up knowing what Allah is what the Quran is what does it mean to be a مسلم يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون أو كما قال أدعو الله يستجم الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستزيده ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا للبشير النذير اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مسلم وأشهد أنفسنا احبوا بك. ويجب أن تسمعون بك. لا تقول أنني أتبع من ذلك. كلما تقولون ذلك. الله سبحانه وتعالى يتكلمون الكثير من القرآن يتكلمون. كم الكثير من قلت الله يقول الصلاة 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 يتكلمون لكي 99 عم في القرآن. ما حاله يتكلمون. لكن تتكلمون. القرآن يقولون وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. رمائن. كيف رمائن لهم. بي جيد. بي تروتفول. بي أعنصر. بي كنسيستر. لا تنفع. بي جنتل. بي كاين لهم كما محمد صلى الله عليه وسلم قلت. اللهم أعفر بفضلك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيتها ويصرتها يا رب العالمين عباد الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولأمة محمد الأجمعين وأقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد